السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبقة تيما كنتم دائما تكونوا على خير وانتم كتشاهد الفيديو اللي كنقدم لكم وصفتنا اليوم هي طرطة العسل الروسية او لطرطة الطبقات بشكل ينميل فيه كتجي خفيفة بزاف كتدوب في الفم بمعنى الكلمة غادي نحضرها مع بعض بطريقة ليا سهلة بدون طراب او خلط كهربائي ايضا بنكهة الكراميل بلا ما نحشاجوا اننا نحضر الكراميل اللي انا بزاف ديل اخواتك لقاو مشاكل فيه فاليوم غادي لكم طريقة ليا داكية لتخلي الكراميل تكون بالقوام والمضاق ديل الكراميل بدون مشاكل ديل تحضر دياله فتبعوا معي الفيديو الاخير ووصلوا معي الاكبر عدد من الاعجابات وتقسموه مع معرفكم اصدقائكم خليكم مع المقادر طرقة تحضر فرجة منتعة فكم دا وبسم الله بمقادر البسكويلة غادي نحتاجوا ليه جوج معالق كبار من الكاكاو المر انا درت هنا مزيج ما بالكاكاو اللي كي تتبع بالعبار والكاكاو ديل الاكيس حيث هو اللي كتكون فيه النكاو كي اعطينا المضاق ألد انا نحتاج ايضا ربعات معالق كبار من العسل كيز ديل الخميرة الحلويات الوزن 8 جرام وكيز ديل السكر فاني ادي نحتاج ايضا للزبدة بنسبة الزبدة انا درت 180 جرام من الزبدة النباتية الخاصة بالحلويات ولكن من الافضل ديروا زبدة حيوانية كتحتى واحد المضاق وانا كالي هي اللي دا لبيسكويلة انا نحتاجو الميتين جرام ديل السكر ما يعادي الكأس مملؤ ديل العنبة احتى الفم ديله يعني معمر مزيان وربع كأس ثاني ايضا تلسد الحبات ديل البيض ليكون الحجم ديلهم كبير ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة و الدقيقة على حسب الخليط غادي نوضح لكم في خلال فيديو الكيمية بالضبط اللي دخلت مع التوضيحات فكم دو بسم الله فواحد المقلات او لفشي ايناء اللي كانوضعوه على النار كندير الزبدة وكنضيفو عليها العسل كل ما كانت الزبدة اللي استخدمتوها نوعية ديلها جيدة ولو ايضا العسل حتى هو كتكون نوعية ديله جيدة كي اعطاه هاداك البيسكويل وحد المضاق وحد الليدة اللي هي متميزة كنوضعوه كل شيء على النار وكنبقاوه في تحريك مستمر حتى يدبو لنا المكونات بجوش دائما تحريك مستمر باش العسل ما يتحرقش لينا ويجينا المرورة في هاداك السلسل اللي غادي نحضره دعبة كنبقاوه مستمرين في التحريك حتى يدبو لنا الخليط كامل وكينساجموا المكونات من بعد غادي نضيفو علي في هادا المرحلة هادي كيس ديل خميرة الحلويات مايو عادل 8 جرام والنار في هادا المرحلة هادي تكون نار اللي هي متوسطة ما تكونش مهيلة وف نفس الوقت ما تكونش مجهده ومجرد ما كنضيفوه كنناخدوها كاسباتيل او لشخلاتي داوي وكينمدو كنحركو بسرعة باش هاداك الخميرة كتنساجم لنا مع الخليط كامل حتقوه كيو يدلينا واحد الرغوة وعليها تشكل هادا وكنحصله على واحد كريمة وهي كتيفة ما نبقوش كنطيبوها بزاف على النار غير بمجرد ما نشوفوها كبدة كتغلو تغير لها اللون كنطفو عليها وكنخليوها تبرد حتي لا حبقينا كنخلطو فيها بزاف غادي نفاصل هاداك الزبدة على العسل وغادي يفشل لنا الخالد غادي نخليو الخالد جانبا حتى كيبرد لنا وكنحصل يوصل لدرجة حرارة اللي هي باردة كنطفو عليهم كيزية السكر فاني كنطفو عليهم السكر كأس وربع من السكر والناس اللي كي يقولو زعمارة غادي تجي حلوة رما كديش باتاة تنحلوة بساف كتجيها ديك في الحلوة ديالها كنطفوهم قابسة ديال الملح وكنبدو كنمزجو هادا المكونات جيدا خاصنا نمزجوهم حتى كيبدأ ذاك الخليط كيدل لنا واحد الرغوة يعني كيبدأ ماشي حتي بيض الخليط وانما غير هاداك السنيضة او السكر كي تدخل مع هالحرارة ديال التحريك الناس اللي عندهم خالط كهربائي فممكن تخدمو بي انا بغت كنخدمها كغير بالخالط اليداوي حتى حصلت على مزيج بها تشاكل هذا كيف كتشوفو من بعد هاداك الخالط ديالنا ديال العسل مع الزبدة ومع خميرة الحلويات مني كيبرد كنحصلو على يبات تشاكل هذا يعني ذاك الرغوة كتحيت وكنحصلو على واحد الكريمة في حل الكراميل يعني كتجيب في حل الكراميل خاص يكون بارد طبعا ما نضيفوش على البيض وهو سخون نسنو علي حتى كيتهبط الدرجة ديال الحرارة دياله وعاد باش كنضيفو على الخالط ديال البيض باش ميطيبوش لينا وكمقا وكنحركو بهذا الشكل هادا حتى كينسجمو لنا المكونات كنحصلو على خالط في حل الكاك يكون في حل الخيل من بعد غادي نضيف عليه اول حاجة من نواشف لي هي الكاكاو الكاكاو باش كينسجمو بسهولة ومشي حتى كنضيفو باش كنضيفو باش هكذا غاية كينسجمو مع الخالط وميبقاش لي اماكن فيه من مكان ديال العجين بيض ومن مكان ديال العجين اصمر غادي نزج الكاكاو جيدا مع الخالط بالنسبة للكيكة العسل اللي كنت بقليه تقاسمت معكم فكندرتها لكم يعني بلا كاكاو نفس تقريب المكونات غير هي بلا كاكاو بالزبدة الحيوانية هنا ايما كانت شمت بفرادية فاخدمت بالزبدة النباتية من بعد ما كينتاج مني الكاكاو مع المكونات كامقا كنضيف الدقيق تدريجيا بالنسبة لكمية الدقيق فدائما كيف كنقول لكم في جميع الفيديوهات راها كتختلف من نوع النوع ديال الدقيق يعني النوع ديال الدقيق كيف فرق بزاف الكيمية اللي اغنضيفو ايضا حتى الحجم ديال البيض والنوعية ديال الزبدة اللي خدمنا باعة في العادة انا كندخل خمسمية وخمسين جرام في هاد العجين هادا ولكن هاد المرة هادي دخلت خمسمية وخمسين جرام لانني بدلت النوعية ديال الزبدة دا زبدة نباتية وحتى الحجم ديال البيض كيلعب دور فمن بعد ما كيتقلينا الخاليط على هاد الشكل هادا باش ما نبقوش ندفو ليه مسلا دقيق ندلكوه ويتقلصنا الحجم ديالو مندخلو الفران كنفرغو الكيمية اللي بقاتلنا ديال الدقيق وكن نسكبو فوق منا هاداك الخاليط ديال العجين ونبدو كنجمعوه بالطريقة اللي غادي نوريكم فيما بعد باش هكا كيتشرب غير قياسو ديال الدقيق وفي نفس الوقت خاصو يبقى راحو من الداخل ديالو إلا خشيتو يديكم خشيتو يديكم عفوا في بوسط ديال العجين كيكون كيلتسق ولكن منع لبرة الا كنبقى كنشكلو بهالطريقة هادي غير كيشرب ليه الدقيق وكيبدا ما كيلتسقش من البرة قادي نجمعو في مثلا في شي بلاستيك او لديرو ورق الزبدة يعني اللي متوفر ليكم وندخلو التلاجر مددية العشرة اه 15 دقيقة العسل منيك يدخو التلاجره كيشد فراتو الزبدة وكذلك من بعد كنخرجو كنا نشكلوه على شكل هكا كحربو اللي طويل ونقسموه الاقسام اللي تكون تساوية انا قسمتوه ربعا ديال الكورايات يعني بالحجم اللي انتو ما بغيشو تدره ديال التورتا كناخد كل جزء كنشكلوه على شكل كراوي كنوضعوه فوحد ثانية جانبا وكنناخد اول كرة كنوضعها فوق ورق ديال الطهي اللي قطعتوه بالقطر ديال السانية اللي غادي نطهي فيها وفوق منها ديرو بلاسيك او ورق ديال الطهي اخر كنبدوك نتلقوها بشكل يعني اللي يكون رقيق مزيان يعني فيها الخميرة غادي تدخل فران غادي تنتع فخنينه فكنحاولو اننا نتلقوها با ذاك السوم اللي رقيق وبالقطر ديال هاداك الورق ديال الزوبدة اللي احنا قطعناها عليه يلا خرج ليكم بحركة الفائد منيك توصلوا للجانب اراك يخرج هذا الفائد كتاخدوه كتعودو تديروه في اماكن اخرى اللي فارغة وتبدو كتتلقوه بذلك منيك نتلقوها بحركة يعني نتلقوها بوحد الشكل اللي يكونها رقيق كنحيدو ذاك الفائد اللي يبقى لنا مثلا مثلا مبقاش عندنا مكان نوضعوه مع الكوراية الاخرى يلا بقى لنا شي مكان فارغ فنوضعوه فيه ونبدو كنستعينو بذلك حتى كنطلقوها بشكل اللي يكون مستطيل من بعد بالسعانة بورق الزوبدة كننهزوه كنجيبو الصيني ديال الفرن وكنوضعو فيها هاداك الورق ديال الزوبدة اللي فوق منه العجين كنحاولو نحيدو الفائد نزيدوه مع كوراية اخرى اللي نعودو نطلقوها هادو كل الجوانب اللي كيكونوا عندنا كندوزو عليهم السكين باش هكي كيكونوا مقادين ومن الافضل دوزوه بحلكة في الدقيق من بعد كنجيبو حد شوك اللي كندوزوها في الدقيق وكنبدو كنتقبو هاداك العجين ديالنا كامل باش ما كيتنفخش لنا بساف وكاز بقى وميدرش لنا واحد يعني تبوق عفونا مني كيضغو الفرن كيبدو بحلك يدير فقاعات يلا تقبناها بحلكة كي يخرج لنا شكل اللي هو من ساجة مناعم غادي ننتقبو كامل ومن بعد كنناخد بحلكة شي مستارة اولا شي اعداد لها كطويلة ونقسم هاداك العجين ديال القسمين غير كننعلمو ومن غير نخرجوه من الفرن وغادي نعود لنا ينقضو كندخلو الفرن يطيب على درجة حرارة 175 دراجة النار من الاعلى ومن الاسفل كياخدش وقت بزاف 8 دقايق رحكي نضجلينا بالنسبة للناس اللي عندهم فرن ديالغاز فقديرو على نار اللي هي مهيلة يكون الفرن مسخن على نار اللي هي متوسطة ونطيبوهم على النار مهيلة ونخليوهم حتى كي ينشفو نحمرهم غير واحد ونخرجوهم ولا مكيت حمر بزاف لانا فيه الكاكاو مني نخرجوه ونعود ندوزو الاسكين ونخليو حتى كي يبرد عرباش نحيدوهم حتى كي يبرد عرباش نجمعوهم على بعدياتهم ندوزو الكريمة نحتاجو لها نصف لتر من الحليب مع 4 معلق كبار من بودرة الكريم باتيسيا اللي ممكن تعودوها ب 3 معلق ديالنشو ملعقة الدقيق وحبة ديال البيض بعد معقرة الكبار ديال السكر وياووخ ديال الكراميل ليكون هكا كريمي من بعد كنننخضو واحد للا قلقل النار كاسخول كنديرو فيها البودرة ديال البيضيال كريمة باتيسيار كنضيف علها السكر كنضيف علها أيضا هذاك الياوخ ديال الكراميل وكنضيف الحليب غای نمزج هاد المكونات جيدا طبعا الحليب يكون بارد ونمزجو المكونات عاد باش نوضعوهم عل النار باش هاد اليك البودرة كدوبلين سوف نضع الخليط كامل على النار و نضع دائما في تحريك مصامر باش ما كيلتسقش هنا في القارة دي الإناء و في نفس الوقت كنحسطو على خليط اللي كيكون من ساجم وفي الشوائب منين كايتقال لنا الخليط كنحسبو عليه ثلاثين ثانية باش هاليك البودرة دي الكريم توتسير كتاعتين مفاول ديالها و كنحيدوه من على النار مباشرة كنفرغوه في إناء يعني اللي غادي برد فيه من الأفضل يكون واسع باش هكاك يبرد لنا بسرعة غادي نبرده فقط بدرجة حرارة الغرفة قبل كن نرشوها إما بالناشا أو لكن نغطيه هكا بلاسيك ليكون ملامس الكريمة باش ما كدش لنا واحد القشرة من الوجه دياله غادي نغطيها جيدا و نخليه جانبا يبرد من يبرد لنا الخليط كنحضر الكريمة الثانية اللي غادي نمشوها معها الكريمة اللولة غادي نحتاج هنا الكيس ديال الكريمة الشانتيه 100 جرام لوزن دياله غادي نحتاج أيضا ثلاثة ديال العلب ديال الياوغت الوزن ديال كله 80 جرام كنوضع المكونات كلها في واحد الإناء باش نطربها طبعا هذيك الياوغت ديال الكراميل او لداني ديال الكراميل و حتى البودرة ديال الشانتيه كيكونوا عندي في المجمد على الاقل 11 دقائق باش هكا كيكونوا باردين مزيان و اطلع ليه الكريمة بسرعة غادي نحتاجوا ايضا الواحد الإناء اللي يكون فيه الماء المتلج اللي غادي نضعو في هذ الإناء هذا اللي درنا فيه المكونات و غادي نبدو نخلطو بالخلاط الياوغت دوي بحركات اللي هي سريعة و دائما في نفس الاتجاه حتى هذيك الكريمة ديالي كتبدأ كتعقاد و كتنساجم بالنسبة لي انا درت معكم هذي القادية ديالي و قد ديال الكراميل في الكريمة باش نحصلو على النكهة ديال الكراميل و في نفس الوقت ما تحتاجوش انكم تصيبو الكراميل لان بزاف ديال أخوات يمكن تحكموش يعني في القوام ديال الكراميل و كتفشل لهم الكريمة من بعد غادي نبقا كنحرك بها الطريقة هذي حتى نحصل على كريمة اللي اللون ديالها فاتح و عاقد دائما استمرو غير في الخفق حتى ينساجم لكم الخالات كنرجع الكريمة الليولا لكتكون بردات كنحاولو اننا بداو نخدمو فيها هكا بخلاط يداوي كنخدموها جيدا حتى كنرجعو لهذاك القوام ديالها الكريمة هي من الافضل ما تكون كتبرد مرة مرة ديروا فيها يديكم و بدوا تحركو باش هكا كتبرد بقوام اللي هو كريمة ما بغيتش ندير معاكم البيض ولكن هي الكريمة باتيسير بالمضاق ديال البيض يعني بالبيض كي يكون القوام ديالها افضل عاستبقلي و دارتها معاكم في البريوش ليفت دارتها لكم بكرمة الحامض من بعد ما كنن نمزجهم كننضيف الكريمة الاولى اللي خفقناها و كننمزج بها الطريقة هذي حتى كنساجموا لي المكونات قادي ندوز دابا المونتج ديال التورتا فكنناخد واحد ايطار كارتوني او لغرش كارتون اقتها هكا تكون مستطيلة بالحجم ديال التورتا اللي درشو و كننوضحها فوق منها البسكويل لود كنحاول ان ينسقيه بالحليب الدافئ ممكن ديروا ايضا القهوة حتى هي تكون دافئة ما تدروش المكونات اللي تكون باردة و ما تدروها سخونة يعني في السقي و السقيرة كيف قال لكم على حساب الرغبة ديالكم من بعد كنناخد جزء من الكريمة او كننمزج بها بها الطريقة هذي الناس اللي بغوا الكريمة تجيهم بين بزاف بين طبقات فحاولوا انكم تضعفوا المقادر وبالنسبة الناس اللي بغوا يخدموا بالكريمة السائلة فكتديروا 300 ميلي لتر او 400 ميلي لتر دي الكريمة السائلة و تضيفوا عليها ثلاثة ديال العلب ديال فلون كراميل ما تدروش الياوغت الكريمي اللي كيكون بحالكة دانيت كراميل ديروا فلون ديال كراميل و اللي غديت خفقوه مع الكريمة و طبعا تحليوها الى ما كانش فيها السكر غدينا بعد ما كان قاد هذيك الكيمية ديال الكريمة اللي قدرت كان عاود ندير عليها بسكوي خور كان نسقي حتى هو بالحالي بالدافئ كان وضع فوق منه كيمية من الكريمة و كان بدك نساويها حتى كتغطي لي هذيك طبقة كلها ديال بسكوي اللي درت من الاسفل كان سامر بهالطريقة هذي حتى كنكمل طبقات كلهم إلا الطبقة الاخيرة غدي نوريكم كيف تتعاملوا معها حيث ما غديش نديروها بنفس الطريقة هذي باش كن مني نديروه لها القلاسش كتجينا من طبقة الاخيرة قبل ما كان وضعها كان سقوها من الجهة اللي كتكون منتقبة بهالطريقة هذي كان سقوها كاملة من بعد ما كان سقوها كان حاولو ان ننهزوها نوضعها غير بالمهل ونوضع هذيك الجهة اللي سقينا هي اللي كتشوف الكريمة بهالطريقة هذي نغلف لها الجواني بديلها كاملين بالورق ديال الطهي باش كتبقى قابطة في راسها ممكن تديرو ايطار لكي يكون هكا مستطيل وتقدوه بالحجم ديال الطرطة بالنسبة لي انا فحاول تقع الأدوات اللي نخدم معاكم بها تكون بساتف متناولي الجميع حتى الضرب الكهربائي ما خدمناك به من بعد غادينا ندخلها تلاجال مدة ديال ساعتين او لا تبات حتى الاسباح يعني مش مشي مشكل من بعد كن نزينوها كنحتاجو هناي الكيمية من السكر بودرة تقريبا نديرو خمسة ديال المعالق كبار من بعد كنضيفو عليهم ملعقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان ومن الافضل الدوب وها عربش تضيفوها وغادي مدة كنضيف الحامض عسر ديال الحامض شدريجيان ممكن نديرو بياد البيض مع عسر الحامض انا كنفضل عسر ديال الحامض وخاكيشت شوية دلوقت ساعت باش كينشف مشي بحل المزيج ديال بياد البيض ولكن كيجي حتى هو كفي واحد اللمعة وكيجي يعني القاوم دياله مزيان كنبقى كنضيفو وكنحرك بسرعة حتى نحصل على خالة يكون بحالة الشكل هادا كيولي اللون دياله فاسح وكيكون في واحد لماعان ولقدرناه فوق الظهر ديال الملعقة كيهبطة يعني تقيل وكيهبطة كيبقى مغتال هنا هديك المعالقة غادي مخليه جانبا وكذلك كناخد من واحد الكيمية كنضيف لها الكاكاو باش ندير الخطوط كنخرج طرطة ديالي من الثلاجة كنحيد لها هاداك الورق ديال الطاهي وكنن نسكوب عليها هكا المزيج ديال الغلاساج اللي حطرنا بالقهوة الناس اللي بغوا يديرون نيسلي كرامي الملفوقة ديالها ويقلاسي وها بخطوط ديال الشوكولات ممكن ممكن ندير الشوكولاتة بالحليب ولكن نقطعوها عربش دخلوها تلاجة لان الشوكولات كي يجمد فغادي جي صعب عليكم في التقطاع انا درت من بعد خطوط بحال هاكا وبقيت كندير الشكل التقليدي ديال ميلفوي كنخليوها جانبا حتى كتنشف عربش من بعد كندخلوها تلاجة وكنقدموها كنت من الوصفتنا للاعجاب ديالكم وكيف العادة وصلها الاكبر عدد من الاعجابات كنشكركم الحسن المتابعة والى الملتقى مع وصفات جديدة السلام عليكم